يمكن حضراتكم شفتم في واحد اسمه إبراهيم اللي هو أعلن إسلامه في جنوب إفريقيا واللي شاف رؤية ولا سمع صوت وتفر وعلشان خاطر سمع بيقوله الطائية البيضة يعني هي دي اللفظ فقط اللي هي خلته يغير حسب قوله من المسيحية إلى الإسلام الطائية البيضة وقعد يدور إيه حكاية الطائية البيضة دي ومين اللي بيلبسها وإلي 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 وراح بقى يروح كذا مدينة ويسأل مين الناس اللي بتلبس طائية بيضة فين وفين بعد فترة هوريكوا صرته عشان تبقوا فاكرين وعارفين أنا بتكلم على مين عرف إن اللي بيلبسه هو بيقول في الفيديو بتاع اختباره ده اللي هو على الشمال اللي لابس أبيض ده الحج إبراهيم ده طبعا مش قصة اختباره أو مش قصة تحوله من الإسلام المسيحية لا ده دي في السعودية وحقول لكم بس الموضوع فقال إن هو لما عرف إن لما بتدى يسأل ويعرف عرف إن إيه يا حرام يا حرام إن المسلمين هم اللي بيلبسوا الطائية البيضة وبالتالي تغير من المسيحية للإسلام بسبب الطائية البيضة ده أنا بجيب له عشان أسبت له وحسبت لكم إن هو كداب الناس اللي بتلبس الطائية البيضة مش في الإسلام ده في المسيحية أولهم بابا الفاتيكان بنفسه مش دي طائية بيضة برضو يا حج إبراهيم بابا الفاتيكان بنفسه لابس طائية بيضة يعني لما قالوا لك إيه اللي بيلبسوا طائية بيضة إيه اللي خليك فسرتها وبقيت تسأل إنت لو مسيحي وتعرف المسيحية أكيد تعرف بابا الفاتيكان أكيد وتفر إنت أرثوزوكسي كاتوليك برسانتي مش عارف إيه بس بابا الفاتيكان معروف لكل الطواقف وبالتالي هو لابس طائية بيضة هو إيه اللي خليك ربط الطائية البيضة بالإسلام السؤال بعدها حواريك بس إن انت شايف الشماس اللي واقف قدام الكاهن لابس طائية بيضة ولابس لبسة بيض صحيح إحنا مميزين جدا بالحاجات اللي على التونية بتاعت الشمامسة اللي هي الصلبان والرسم الصليب والحاجات دي بس لو أنت شلت حتى التونية كل اللي هم بيروح عايزين يترهبنوا بيبقوا تحت فترة اختبار بيلبسوا كده تحت فترة اختبار لغاية ما يلبسوا أو يترسموا رهبان رسميين يعني الأب الكاهن ده راهب القلونس هو اللي على رأسه ده راهب زي ما انت شايف كده تسعين في المية من اللي واقفين الكاهنة الرهبان قدست البابا حتى لو هي دهبي بس لابس طائية بيضة تعتبر هو معمولة بالدهبي لكن الرهبان لابسين أبيض تعالوا وليكوا كمان صورة السؤال اللي بعدها برضو بتوضح لك يا حاج إبراهيم ان كان المفروض ان انت ما تبقاش جاهل بالشكل ده ما تبقاش جاهل ان انت عارب بص انا عملت كم ساهم على طوائي بيضة دي بيضة بيضة بقى دي مش دهبي ولا 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 سيبك من الكاهنة اللي هم لابسين لبس معين دول معروفين انهم كاهنة لكن التلاتة اللي انا حطى عليهم الاسهم الزرقة دول اصقفة وانت بلغتك بتسميها طائية فهي طائية بيضة ماشي خلاص اللي بعدها صورة الاخيرة هي اللي فيها الكلام برضو بين انها طائية يعني في صورة للأنب ابيفانيوس اي تنك انه هو كان لابس الطائية البيضة طيب طيب مش مهم بس انا كده اسمتلك ان انت جاهل وما انتش عارف ان المسيحين بلبسوا طائية بيضة ده الحج إبراهيم هو قال ان بسوته الصورة بقى في الفيديو بتاعه انا طبعا مش هارض الفيديو بتاعه بعد اذنة كمينة هل نشوف الصور ولا الفيديو بتاعه طيب واحدة واحدة هنا راح هو طبعا في الفيديو الاول بتاعه راح السعودية عشان يحج وجايبينه وهو يعني بيعيط وهو بيزجد في الارض اول منزمة العربية وباس ارض مكة ومش مهم مش كل ده مش مهم ده فيديو واحد سعودي في الوش قدامه ده فيديو والفيديو موجود معايا يعني بس انا حواريكم صورة صورة ليه عشان ابيين لكم اهو وراه ملك السعودية لكن حواريكم كل كلمة هو ايالها في الفيديو بتثبت ان هو بيجدب ما معناها وفي وسط الفيديو حتلاقوه بيقول ان هو كان مسلم باي تغيير من المعنى هو بيقول ان انا مسلم ده الحج ابراهيم اللي لابس ابيض واللي جنبه ده المترجم بيسمع العربي من المزيع السعودي وبيترجم للحج ابراهيم لان الحج ابراهيم ما يعرفش عربي فبالتالي هو بيسمع الانجليزي العربي ويترجمها له بالانجليزي فبيقوله ايه لذلك بعد ان اصبحت مسلما على فكرة بعد ازنا كمين الصوت المزيع بيسأله ايه كان الصدى بعد ما انت اعلنت اسلامك ده اللي بالعربي المترجم بتاعه ما قالهوش السؤال كده خالص لكن مهم لذلك بعد ان اصبحت مسلما كقائد كم عدد الاتباع الذين تبعوك الى الاسلام في مكانك هو قال في الفيديو بتاعه ان فيه مئة الف واحد مئة الف مش عشر تلاف مئة الف اعلنوا ونطقوا الشهدتين لمجرد ان هو اسلم بدون اقتناع بدون ما يعرفوا حاجة عن الاسلام بدون ما يقروا القرآن يدوبك نطقوا الشهدتين قدوا بالكوا شهدتين مش شهدتين واحدة لان دي موضوع مهم جدا نطقوا الشهدتين بعده هو نطق الشهدت راح هم مرددين وراه وخلاص كده بقى مسلمين المفروض ان هو يعني زي ما بيقول قائد جماعة سيبوكم اللفظ جماعة لان هو ايلها كده في الترجمة بتاعته في الفيديو بتاعه ما معناه ان هو قائد مثلا فئة او طيفة ارسزوكسية كاتوليكيبر السنتين مش مهم لذلك بعد ان اصبحت مسلما كقائد كم عدد الاتباع شوفوا الصال بعدها يا مينا لو سمحت نحن دائما مسلمين او مسلمون على الطريق الخطأ على الطريق الخطأ هفصل لكم اللي هو ايله لان هو ايلها بطريقة عشان اكون امينة في الكلام يعني ان هو كان بس في حاجات ايلها مستحيل شوفوا بدوس عليها او ازاي ان واحد مسيحي مش بيعمله طيب نحن دائما مسلمون على الطريق الخطأ صورة صورة عشان نبقى حلوين نحن دائما مسلمون نحن لسنا مسيحيون الله عليك الله عليك يعني انتوا كنتوا مسلمين انت والمئة الف وتفر العدد هو طبعا رقم غريب جدا ان يبقى اتباعه مئة الف وهو اسيس واحد بس مش مهم نحن دائما مسلمون نحن لسنا مسيحيين جميل يا حاج ابراهيم اللي بعد الفيديو موجود صدقوني لو عايزينه ازاهولكم دلوقت نحن لم نؤمن بالصليب نحن لم نؤمن بالصليب اما المسيحي ازاي في مسيحي على وجه الكرة الارضية كلها لا يؤمن بالخلاص عن طريق الصليب لا يؤمن بالصليب في مسيحي في الدنيا ما بيؤمنش بالصليب اما المسيحي بالنسبة لك ايه لما انت كنت مسيحي المسيحي كانت بالنسبة لك ايه ان انا مسيحي وخلاص ان انا يعني اقول ان انا مسيحي وخلاص هو ده المسيحية السؤال بعدها انا بس بكلكوا انه كان كذب وطبعا الاموال هطل يتعليف السعودية بشكل لا تتخيلوها كنا نؤمن دائما بالله الوحب كنا نصلي في الله الوحب طب ما ها المسيحية فيها الله وحب هو وحب مش عشا ومش ثلاثة زي المتخلفين عقلهم ما بيقولوا لا لا هو وحب نؤمن باله وحب خلاص ايه اللي بعدها انت جميل اوي يا حج برايم الذي ليس له شريك وهو ما لهو الشريك هو الله وحب وما لهو الشريك عندنا يعني لما تقول حتسبت دلوقتي حتسبت ان انت كنت مصلي الصور اللي جاية جميلة لهذا السبب نرتدي تلك النجمة يعني ما كانش بيلبس صليب وكان بيلبس نجمة هي النجمة وحواريها لكو دلوقتي في الصورة والهلال دول بتوهمين يا حج برايم بتاع المسيحيين ولا بتاعت المسلمين النجمة والهلال مش بتاعت مصانع النجمة والهلال اللي في مصر بتاعت البلاستيك لا نجمة والهلال نحن الكنيسة الوحيدة فروزو نيتال دي التي كانت ترتدي وحطت لكو داير على ايه النجمة والهلال انتو الكنيسة فيه كنيسة في الدنيا فيه كنيسة في الدنيا بتحط الهلال اهي بص انا جايبها لكو الصورة مكتوبة عليها العالم الفرنسي يرفرف فوق مئزانة المسجد الكبير فيه باريس المسجد عاليه في المئزانة من فوق دي الهلال اللي هو بالاصفر والنجمة اللي هي بالأزا والعالم الفرنسي نمية ثلاثة النجمة والهلال دي بتاعت مسجد ولا بتاعت كنيسة يا حج إبراهيم دي بتاعت مين النجمة والهلال السؤال اللي بعدها تثبت لك اكتر اهو دا خبر مش صورة بس خبر شاهد رفع هلال مئزانة المسجد الحرام مئزانة المسجد الحرام الجديدة في مكة المقرمة وفيديو والهلال اهو شايفين الحبل اللي نازل من فوق ده هم بيركبوا الهلال ده فوق المئزانة بتاعت المسجد الحرام ده هلال ده هلال بتاعت مسجد وانت بتقول ان احنا كنا بنيرلبس الهلال والنجمة يبقى انت كنت مسيحي اللي بعدها كلهم يرتدون الصليب يعني المسيحين كلهم بيرتدوا الصليب كنا احنا الوحيدين هو الوحيد او الطيفة بتاعته الوحيدة اللي ما بتلبس صليب ويقول انك مسيحي وتحولت للإسلام حتى لو سألت الناس هناك يعني في رزينتال دي هناك سيقولون انهم مسلمين مسلمون يعني لو حد طلع جدع كده وراح في جنوب أفريقيا في المدينة اللي هو قال عليها دي وسأل الحج إبراهيم ده كان مسيحي يقول له لا 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 ده هو وطيفته كانوا مسلمين سيقولون انهم مسلمون يعني ما كنتش مسيحي حاج ما الاعلنت إسلامك إزاي يعني انت مسلم وبتشهر إسلامك بتجي إزاي لابس هلال وبتقول ان انت كنت مسيحي إزاي سؤال بعدها لكننا لا نعرف اي مذهب من المسلمين الناس بق دي بقية الجملة الناس لو سألتوا منك هيقولوا عليهم انهم مسلمين اهي شكرة كمينة جدا حتى لو سألت الناس هناك سيقولون انهم مسلمين او مسلمون وما يعرفوش انه مذهب يعني الناس مش عارفة هم سنة ولا شيعة ولا بهاقيين ولا نيلة ولا ولا اي حاجة ولا اي حاجة ما يعرفوش هم على اي مذهب بس المهم مش المهم المذهب مش المهم انت شيعي ولا سني لكن المهم ان انت كنت مسلم والناس هناك عارفة ان انت مسلم ولو سألتوا الناس عليهم هناك هيقول لك مسلمين ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي وبتقول ان انت كنت مسيحي وبقيت مسلم السورة الاخيرة اعتقد فيه سورة كمان دي الجميلة ما حدش قال لك ان الالوان دي عيب يا حج ابراهيم ما حدش قال لك انت لما تلبسها كده انت بقيت ايه ودي على فكرة الموضوع ده ليه حتة صغيرة جوه جوه الحلقة يعني بس مبروك عليك اسلامك الجديد يا حج ابراهيم من الاسلام للاسلام وطبعا كله بحسابه ده انت اول حاجة عملتها روحة السعودية واستقبلوك الفاتح المحطم مش عارفة ايه ومئة الف بيسألوه انت كم واحد جي وراء الفيديو بتاعه هو الاصلي جاي بقاعة كده وفيها مثلا بتاع مثلا حول الف ما يزدوش عن كده وهو نطق الشهتين وهما نطق وراءه وخلاص هما دول المئة الف بتاعك اللي كانوا مسلمين وبقوا مسلمين بس لازم عشان الشوء الاعلامي واجيب الفلوس ورايا اباين ان انا خلتهم نطق الشهتين طب ما انتوا اصلا مسلمين باعتراف منك انت شخصيا ان انت كنت مسلم انت وهم بس اجيب الفلوس ازاي ده الحج ابراهيم مبروك عليك اسلامك الجديد يا حج بجد بجد مبروك عليك اسلامك انا فرحانا لك اوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة